مونير يسأل عن الختان الذكور والإناث أخوي الفاضل بالنسبة لختان الذكور والإناث مسألة خلافية بين العلماء من أهل العلم ذهب إلى وجوب الختان على الذكر والأنثى ومن أهل العلم ذهب إلى أنه واجب على الذكر سنة في حق الأنثى ومن أهل العلم ذهب إلى أنه واجب في حق الذكر مكرمة للأنثى ومن أهل العلم فيما يتعلق بالأنثى يرجعونه إلى واقع المرأة وطبيعة المرأة والجهة التي تعيش فيها المناطق الحارة غير المناطق الباردة طبعا هذا له ترتيب معين عند أهل العلم وهناك ختان محرم يعني ما يتعلق ما يسمى بالختان الفرعوني بالختان المؤذي هذا كله حرام ولذلك لا يجب الختان على المرأة وجوبا وإنما هو مكرم بارك الله فيك